تعليم الفني، تعليم الصناعي، تخصص فني لحام وتشكيل المعادن، صف الأول أهلاً ومرحباً بكم في قناتكم المفضلة، قناة تعليم مصر التعليم كنا في الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي لعب لها كنا بندرس بدينا نشتغل وندرس مع بعض في وحدة تشكيل المعادن على البارد درسنا استرشادات الوحدة للصحة السلامة المهنية لتحتضاط الواجب مراعطها بدينا في الرسم الهندسي وأساسيات الرسم بدينا نشتغل مع بعض لحد نهاية الحلقة السابقة أو الحلقة العدد كنا مع بعض نشتغل على تنتمرين إنك تزايد ترسم أيزومتريك أو منشور منظور أو نستخرج مساقط تمام؟ أو نستخرج من مسقطين مسقط سالس تمام؟ فكان عندنا تمرين وقفنا عليه في الحلقة السابقة هنتدي نستكمل منه ونرجع في بداية حفل حلقتنا النهار ده إن شاء الله نبدأ مع بعض نستعرض إيه هو الأول الشكل بتاعنا اللي ننفذه أو المنظور بتاعنا أو الايزومتريك بتاعنا نشوفوا إيه هو الايزومتريك كان بالشكل اللي موضح قدامنا دلوقتي ده بدينا إن احنا نشتغل عليه ونرسم فيه ونأخذ المدخلات بتاعته بحيث إن احنا نعرف إزاي أنفسك الايزومتريك بالشكل ده فيه تكة جديدة عن التمرينات اللي احنا اشتغلنا عليهم التمرين اللي عادة في الحلقة اللي فاتت تمام هنشتغل على الايزومتريك ده وقفنا إن احنا بدينا نرسم الشكل بتاعنا بالشكل اللي قدامنا ده آآ آآ قدامنا على زاوية خمسة واربعين وخدنا الضلق الخمسة وسبعين على زاوية خمسة واربعين برضو يعني دي على خمسة واربعين الزاوية ودي خمسة واربعين تمام خدنا طول الضلق بتاعنا الخمسة وسبعين وعملنا الجاين بتاعنا اللي هو ستين تمام وقفنا خدنا هنا خدنا من هنا هنا تلاتين وطلعنا بالجاين بتاعنا بالارتفاع بتاعنا الكام اللي اربعة وعشرين بس تمام اربعة وعشرين ملي بس تمام وهنبتدي نعمل امتداد على نفس الاستقامة دي بكام بال بال بعشرة بعشرة ملي بس لان احنا بتاع ده بخمسة واربعين فوق يبقى دي هناخد خمسة واربعين فوق يبقى دي قطلة غير تمام وهنبشي على نفس الاستقامة دي على نفس استقامة الزاوية خمسة واربعين اللي هنا وهناخد الضلع بتاعنا ده تمام هنبتدي نعمل الارتفاع بتاعنا اللي هنا اللي هو طمانتاشر ونقفل مع بعض ديها الضلع كله نفس الاستقامة نخد دردك اللي هنا ده وكده يبقى ايه الايزومتريك بتاعنا خلص بالشكل بتاعنا اللي قدام تمام في ضلع اضايح منا مين ها فين الضلع ده ايوة زي مزمنة اللي كده ضلع مسترد لانه تحت تمام وكده يبقى الايزومتريك بتاعنا ده رفنا طريق التنفيذ بجيب مقاسي المية الخمسة وسبعين بتاعتي كلها واعمل الارتفاع بتاعي التمنتاشر ملي تمام دي التمنتاشر هي دي هي دي هي دي تمام وكده برسمت ايه القاعدة الاساسية تمام هبدأ هاخد من هنا لهنا هاخدها كام طيب انا مش معروفة مش معلمة لي مش معنديش علم بيها عارفها مش عارفها طيب ماشي تعالى نبدأ مع بعض نجيبها من الاخر كده احنا خدنا الخمسة وسبعين صح وعندي فوق دي كام خمسة واربعين علومة لي خلاص يبقى دي خمسة واربعين ودي كام ارتفاع اربع وعشرين تمام كل ده معلن لك طيب نجيب الباقي ده ازاي يا مصدر نجيب ازاي ناخد من هنا لهنا التلاتين اللي من دلعة ده دلعة ده تلاتين تمام تلاتين من الخمسة واربعين يبقى باقي كام خمستاش تمام يبقى الخمستاشر دي لما هطلع بالجام ده لما هطلع بالجام ده هاخد الخمستاشر تمام بعدين اطلع بالارتفاع بتاعي ان انا خدت عندي اربع وعشرين اربع وعشرين اربع وعشرين وعندي بعد كده يبقى باقي كام معايا عشان نجيب الستين اللي هو الضلع ده تعالى تمنتاشر نجمع كده مع بعض اربع وتمانية ها ناشر تمام تلاتة واحد اربعة ها اربعة يبقى اتنين واربعين باقي كام تمام تلاتين اربعين اتنين واربعين اتنين واربعين يبقى باقي كام باقي اتناشر باقي تمنتاشر ميلي تمنتاشر ميلي اللي هو نفس التمنتاشر دي التانية يبقى تمنتاشر ميلي تمام هطلع بالتمنتاشر ميلي ارتفاع هتساوي الستين معايا كده هقفل الستين من هنا على نفس الاستقامات بتاعتي بقى وزي ما هنا اخدت دي هاخد دي هاخد دي هاخد دي وقفل برضو وقفل نفو تمام عندي ضلع هنا معلوم خلاص وضلع ده معلوم معايا وعندي الضلع ده بقى معلوم هاخده بامتداد على طول ويحصل تقاطع من ايه ما يتقاطع وبعد كده هنبتدي ناخد معنا نقطة معنا اللي هي هناخد من النقطة ده ضلع لنا كده وهيبتدي يعمل فيه فارق مسافة على نفس الضلع ده بالنقطة بتاعته واخد ايه الارتفاع بتاعي الجايم اللي هي وفر وبالتالي ابقى كده ايه ابقى وصلت النهاية رسمة الايزومتريك بتاعي بالقطعة التداخل المجلسات اللي فيه تمام؟ طب تعالى بقى نطلع للايزومتريك ده او المنظور ده تعالى نطلع له المساقط بتاعته احنا رسمنا المنظور وعرفنا نرسمه ونلفزه ازاي نشوفه وننجله على الورقة بتاعنا تمام؟ تعالى بقى احنا نعمل حقيقة جديدة او عشان هو فيه نقطة جديدة تعالى نرسمها مع بعض من خلال الفين تعالى نرسم مع بعض ايه المنظور بتاعنا خلاص احنا حفظنا المنظور بتاعنا احنا رسمينه بقى عندنا على ورقنا معانا هنبتدي ننفزه تعالى اه لو احنا جبنا منظورنا كمان معانا في ادينا هتلاقي ايه شايفينه معانا هناخد معانا وعلى من على الشاشة ونبتدي نتكلم نقطة نقطة تمام؟ على ناخد اول نقطة معايا وهي المنظور بتاعي اللي هنا هنشوف احنا هنا عندي لما هاخدي النظر في الاتجاه ده لما هدي النظر في الاتجاه ده هشوف ايه؟ هشوف الجزء اللي قدامي ده تمام؟ اللي هو ايه؟ اللي هي المسافة المسافة بتاعتي اللي هي الـ 75 دي كلها بارتفاع الـ 18 من هنا وبارتفاع الـ 60 من هنا والـ 45 من الناحية التانية تمام؟ تعالى احنا قسمناه على لوحتنا تعالى ننجل الكلام ده على اللوحة كده تعالى نبتدي نرسم من هنا هنرسم من هنا كده ناخد طبعا لوحتنا قسمناها بالشكل اللي انت عارفه طبعا تمام؟ ونبتدي ناخد الجزء اللي فيه اللي عندي اللي هن اللي هو ده تمام؟ اللي هي الـ 75 دي بارتفاع الـ 60 اللي هنا والـ 45 دي والـ 30 اللي هنا وارتفاع الـ 24 دي والـ 18 اللي هنا وطبعا دي 18 عندي في الأول خلاص عملنا ايه؟ طلعنا من الشكل اللي بتاعنا مجرد ما احنا لقينا النظر هنا خدنا النظر في بتاعنا باتجاه الرسمة بتاعتنا بالحد زي ما بشكل المسترات تحت المخصوط على الشيئة كده النظر هبتدي اشوف الجزء ده تمام؟ تمام كده خلاص خلدنا الجزء اللي هنا خفينا الجزء لو خفينا حتى الجزء ده كده خالص اهوت هيبتدي ايه؟ شوفت ظهر معك ايه؟ اهو هو ده اللي ظهر معك كده تمام؟ يبقى ده الجزء اللي احنا ايه؟ نفذناه معنا هنا على ورقنا تعالوا بيه على ورقنا كده ونفذ الجزء التاني الجزء التاني هننفذه منين؟ طيب تعالوا نعمل ننزل بس على تحتنا على اقلاء وفوق بتاعه كده ننزل الاستقامات على نفس الاستقامة دي اهوت خلينا نحط حتى كاينا نحطين المصدرة كمان خلاص رغم ان احنا ناسمنا بايديلة لكن نحط الاستقامة اهوت كده ونزلنا بيها ايه؟ طيب على نفس الاستقامة دي والنزل ده مش دي خطوط مرقية انا شايفها بعيني من فوق ايو انت دي مش خطوط مرقية انا شايفها بعيني صح تمام ايه اللي انت بقى مش شايفه بعينك دلوقتي عندي هنا خطين خطين خط الاولاني اللي هو ده تمام بشوفه كخط كخط لكن خط التاني مش شايفه اللي جو لان انا مش ظاهر معايا من فوق لان انا ناص رمي النظر منين رمي النظر منين دلوقتي من فوق انا مش شايف ده انا شايف ده وده وده دول التلات نقط اللي انا شايفهم عندي فاخدت الخط اهو ده وزي ما زملكو كده بيقول بالزبط اخط النوق الشرط يا مستر اللي كنت بتتكلم عليه ايوه هو ده خط الشرط الخطوط اللي بيش باينة ده انا بص من لكن مش شايف ده لكن في خط عندي موجود اهو طيب همهار من النظر عليها هيبان معايا ايه شرط هيبان معايا شرط تمام يبقى الخط ده باين شرط يبقى انا جدرت كده ايه حططل ايه من الشكل بس اللي فوق على عندي حططل الابعاء الاوضاع اللي قدامي دي تمام طب تعالى بقى ننجل لناحية تانية كده على مين على المسقط الجنبي تمام احنا رامينا الرأسي الرأسي رسمناه في الاساس ومنه بنسقط مين العفق تمام تعالى نسقط معنا الجنبي بالمرة كده ونحط الجنبي كده معنا بالمرة انت لما هتبص من هنا في الجنبي ده هتشوف ايه ايه اللي هتشوفه من هنا لما ترمي النظر من هنا كده هتشوف الجزء ده اللي هو كان معنا في المسلومات وده والقطعة دي صح هتشوف المستطيل ده اللي هنا اللي هو ضلعه ده وضلعه ده وضلعه ده خلاص تعال لن ناحية التانية كده بس على نفس الاستقامة دهيت وهنا كده ونفس الاستقامة دي كده تمام وتعالى ناخد هنا قد نتفع بتاعه ونقفل شفت ايه شفت ده مستطيل قد حده ايه فين حده هو حده ده وده طب تعالى ناخد الحد ده وده ونيقفل كده افل تمام الخط ده واحد ما يظهرش معي غير نقطة هي النقطة دي هي هي النقطة دي النقطة دي هي هي النقطة دي فمش هتظهر معي غير نقطة واحدة بس على نفس الانتداد اللي هي دي خلاص تمام والنقطة دي والنقطة دي مش هتظهر معي غير هي دي خلاص فهي بقيت النقطة دي كده تمام بقى الشكل أفل معي طيب تعالى من ناخد من عرض ده ناخد من عرض ده احنا خدنا ارتفاعه خلاص من ده طيب خدت عرضه منين يا مستر خدت عرضه من على الايزيمترك الايزيمترك مش اداني عرضه 45 اه 45 تمام وارتفاعه جاني من هنا 60 فخلاص أفل ده كده أفل وارتفاعات دي خلاص ما احنا عملين لها اسقاط احنا عملين لها اسقاط اساسا من النقطة بتاعتها النقطة دي وبالي النقطة دي وبالي النقطة دي فان كانت دي 50 يبقى دي 50 2 20 يبقى دي عشرين 10 يبقى 10 طيب اللي هنا كام اللي هي هنا وديه 18 18 تمام طيب من عرض ده يبقى دي عرضه كام ارتفاعه كام? بالزبط كده خامسة اربعين. يبقى يا مستر عندنا ده. انت ما ليه ما قفلتش ده من الاول ما انت عندنا عرض الرأسي عرض الرأسي هو طول الافقي. طول الافقي. بقفل يا مستر ما تقفلوش ليه كده اقفلو. قفلت يا بشة من هنا بشة زحى لك. تحت امرك. كده اقفل تمام. لك مش هقدر اقفل دي غير لما يجيب مين اللي باقي الارتفاع بتاعه. انت قلت لنا يا مستر ان الارتفاع الجنبي ارتفاعه الافقي بيجي من عرض مين? من عرض الجنبي. بيجي من عرض الجنبي. عرض الجنبي كام? خمسة واربعين اللي هو ده. تمام? وارتفاعه الستين اللي هو ده. طب تعالي خمسة واربعين كده. تعالي نزل خمسة واربعين هنا. اهيت. ويبقى هو ده الشكل بتاعنا. خمسة واربعين اللي هي دي اهيت. ودي الخمسة والسبعين بتاعتي. وتوزعت الاقسام بتاعتي بتجديد. وجات نقطة اللي هي زفت على هي الجديدة. اللي كنت بقول تكة جديدة او حتة جديدة هي دي. ان ان لما رميت النظر هنا. شفت ايه? شفت الخطوط دي. شفت ده الدلعة ده والدلعة ده والدلعة ده بس. تمام? تمثل اللي هي في الخطوط دي. في الدلعة ده بتمثل اللي هي في الخط ده. والدلعة ده تمثل اللي هي في الخط ده. والضلع ده اتمثل ليه في الخط ده تمام يبقى الثلاث اضلاع الثلاث نقط اللي عمله عندي خطوط نقطة اتنين تلاتة تمام تمثله معايا في النقطة اتنين تلاتة طيب الشرط جاني من عدم ايه ان انا شايفه عندي لكنه مش مار ايه فبالتالي اتمثل عندي في ايه في شرط علي خلاص وكده يبقى ايه وصلنا لنهاية المنظور ده ويرسمناه كمنظور او استخرجنا مساكت بتاعته او ان احنا استخرجنا من مسكت مسكت من مسكت استخرجنا الاتنين تمام ودي الحتة الجديدة التانية اللي دفناها المرة دي من مسكت واحد قدرنا نستخرج ايه التلات الباقي المسكتين التانين استخرجنا من الرأسي استخرجنا الجنبي واستخرجنا الافقي اه من المازومتريك قدرنا نطلع المسكت الرأسي وعليه قدرنا نطلع المساكت الثلاثة تمام كده يبقى انا هنا ده ايه المساكت دعتي تمام نبتدي بقى مع بعض في نقطة جديدة آآ وهي آآ عمليات انواع عمليات التشكيل المعادن على البارد بتنقسم عمليات تشكيل المعادن على البارد آآ عمليات تشكيل الادوية والالية يعني ايه تشكيل الادوية والالية الادوية اللي انا بقوم بالاجنة وبالشكوش بتاعي آآ على ظهرة التشكيل او على آآ او على آآ او على سندال وابتدي ايه انفذ عمليات العمليات بتاعتي او الشكل الهندسي المطلوب تمام اما الالية هو انت بتسلق بتحط قطعة المعادن بتاعك وتكون منفذ مع الماكينة او باست او باشتراكك مع الماكينة تنفذ ايه الشكل بتاعك زي مسلا اللي انك تقص الصويق او تقص القطعة الحديد مجرد ما انت غسطت انت خليت من شكلها الهندسي فعملت قصة هي القص آلي القص القطع بالمص آلي يعني هنا في اعتبر تشكيل آلي تمام اما تشكيل اليدوي مسلا ان انا هبتدي ايه اشكلها وغير من شكلها بنفس تمام اولا العمليات اليدوية وعملات اليدوية اول قطعة اول حاجة فيها بتتم ان احنا اول شغل اللي ايه في ان انا اشتغل يدوي او آلي اه ان انا اكون محط مقاسات واللي اسمها عملية الشنقرة او العلامة وهي عبارة عن ايه عن نقل الابعاد من على لوحة الرسم اللي احنا كنا رسمينها وتكلمنا عنها ورسبناها ليه على المشغولات وتصنيحها تمام يبقى انا من خلال الرسم اللي كان عندي هبتدي اشتغل باستخدام يبقى مصطرة صلب زي المصطرة اللي احنا بنرسم بيها ونشتغل بيها دي مثلا اه شوكة علام اه اه الشناكر اه البراج البرجل الزومبا اه السندال كل دي ادوات ايه ادوات بستخدمها في مين عملية الشنقرة زي ما ظاهر برضو عندكم كده في عملية التدويرات ديت ان احنا بدور زي ما تلف مكان ده تبدأ تصمم ومن تصميم هتبتدي تشنكر ومن تشنكر هتبتدي تحقص ومن الجص هتبتدي تسني ومن التاني هتبتدي ايه الفحص ان انت تتأكد ان التصميم بتاعك او شغل بتاعك مزبوطة تمام عملية اه التشكيل بالجص اليدوي اه تعريف عملية الجص هي عملية التشكيل بالجص هي عبارة عن تواغل الحد اه الحدان القطعان المتقابلين لليه للمقص في المعدن اه الشغلة لفاصل ايه فاصل المعدن من بعض بدون وجود رائش هنا في الجص بدون في المقصات بدون وجود رائش اذا كان وجود حد سكين بدون رائش غير اه الاحتكاك وجود اللي هو بالصاروخ او بالديسك او سواء نص طوانات قطعية ده بيكون بيفصل عمليات فاصلة مش جص فاصلة مش جص في حالة الفاصل الفرق بين الفاصل او الجص الوجص بيتم بدون اه اهضار او وجود رائش او فقد في المعدن في النص اما في اه في الفاصل بيبتدي ايه يفصل اجزاء فبالتالي في حالة الفاصل بيعمل في هضر او فقد لجزء من اجزاء المعدن اللي هو الرائش اللي انت بتشوفه تمام اه زوايا حد القص تعتبر زوايا حد القص ذات اهمية كبيرة وتنقسم الى سلاس زوايا وهي زوايا واحد زاوية الخلوص ويتتراوح قيمتها ما بين واحد ونص الى تلاتة في الدرجة ماشي من واحد ونص درجة الى تلاتة درجات تمام وتستخدم لتقليل الاحتكاك اثناء عملية ايه الجص اتنين زوايا القطع وتتراوح قيمتها من ايه من بين اتنين وتمانين درجة الى تلاتة وتمانين درجة والتي ايه تقوم بعملية ايه القص زوايا زاوية الجروف او الجرف وتتراوح قيمتها من خمس خمس درجات وتستخدم لتسهيل ايه تغلغل حد القطع داخل المعدن زي ما انت شايف كده زي ما احنا شايفين مع بعض ده حد للسكين ودي المشغولة اللي في النص والفاصل بينهم وحد ودي زاوية بتاعت ايه زاوية القطع اه ادى انواع المجسات مجسات عادية مجسات اه القطع المتواصلة اه مجسات الالواح السميكة ومجسات التخريم مجسات اه المواسير وزي ما انت شايفين مع بعض دي دي ايه دي اشكال المجسات المجسات ذات الرافعة ودي بيكون لها زي كتلة اللي انت شايفها وارد دي كده فتساعد لما انت ترفع اليد تساعد ولما تيجي تنزلها برضو بتعمل تساعد معاك في ضغط الحمل على ايه على الخامة فبتوص بيه مجس بتاعنا اللي موجود وشكله متواجد على طول ما عناف كل الاماكر ومشوفه قدامه كل الورش مجسات ذات اه الرافعة اليدوية اه وده اللي هو ايه بنستخدم حتى قال عليه اسمه الزعيم فرد اسطح المجسمات الهندسية والمنتظمة وتعريف الفرد الهندسي هو عبارة عن ايه عن افراد الاسطح الخارجية للمجسمات الهندسية في وضعها ايه في الفرق سري دي يعني باشكال كأنك تشوفها كزا شكل مواربة عضية فتدي توضح معاك الاشكال بتاعتها الى اسطح مستوية يعني انت شايفها كشكل انت شايفها كشكل سري دي شايف زي المنظور اللي كنا بنرسمه من شوية انت شايفه من كزا جم فلما هنفرده لما نفرد المنظور ده اللي هو المكعب اللي عاملين وهيديك ايه كزا مكعب اشكالها وافردها كده مع بعض ديها تمام اه كل ده عشان نقدر نحدد الشكل ليه لتحديد اشكالها الحقيقية عشان وانت بترسم اه او انت بترسم تعرف شكلها الحقيقي ولو انت وانت بتنفس تعرف تنفس ان لما كان شكل لما هتلفها او هتمسك المشغولة بتاعتك او مسلا معايا ورقة زي كده هبتدي الفها كده هعارف ان انا شكلها ايه بقى في الاخر هيبقى بالشكل ده تمام تعالى بقى ايه احنا عايزين نتضرب على جزء مهم بالنسبة للمخروطي بتاعنا اللي بتتكلم عليه انا عايزة نفز وقطع مخروطي اه فبالتالي الاول الصاجة بتاعتي او كتعة الخام بتاعتي بتكون زي الورقة بتاعتنا اللي معانا دي الورقة بتاعتنا ديت وهنبتدي ايه ورقة مرسوم عليها مش مشكلة بس احنا هنتكلم ان احنا بفوز السوم عليها تمام احنا واخد نص بتاعها هنا كده هشتغل بالعرض بتاعها تمام زي ما هي بعرضها كده هاخد من هنا لهنا هاخد من هنا لهنا اه هاخد في الاخر دي وانا افترض ان دي عشرة سنتي فهياخد تحت ايه هاخد خمسة سنتي بس فياخد اتنين ونص واتنين ونص سنتي من هنا كده تمام وهبتدي اقص المسافة دي كده اقص المسافة دي كده تمام هتديني شكل المخروطي بتاعي انا عندي نقطة هنا تمام ودي نقطة سنتر خط اللي خط اللي احنا كنا عاملينه زمان في الرسمة دي اللي هاخده بالشكل ده بعدين هاخد خط اه من اه ونفترض ان دي قطعة دي عشرة سنتي هاخد من العشرة سنتي اتنين سنتي ونص تنين سنتي ونص خمسة سنتي تحت لو نص ايه القاعدة دي نص القاعدة دي تمام واخد من نقطة لنهاية العشرة وهاخد من نقطة دي لنهاية العشرة تمام انا بدي مساء بس كده عشان تبقى اواخد شكل ازاي شكل المخروطي وابتدي هفصل الجزء ده وهنا هفصل الجزء التاني ادتني الشكل بتاعي ده لما هتلفه كده هاديك شكل المخروطي بتاعك مزبوط اهود اديك شكل المخروطي بتاعك مزبوط تمام اديك شكل المخروطي بتاعك كده زي ما احنا هنشوف دلوقت الفيديو لزميلك هو بينفز الشغل بينفز الشغل وازاي بعملية الطرق بينفز المشغولة دي المهم وانا بقص دي حتة فنية شوية وانا بقص الخامة بتاعتي بالشكل ده اه هبتدي اشنكر وهحط العلامات تمام بعد ما حط العلامات هقص مرة عكس مرة ازاي علشان نعملش هضر في الخامة بتاعتي وخامة بتاعتي تيرم هضر هبتدي كأنها شريحة طولية مع بعض شريحة طولية خالص كده شريحة طولية هبتدي مرة احنا اخدنا الرسم اللي سمناها مرة هقص من ياما دي بالزولة الخمسة واربعين ومرة التانية هاكس اللوح وارجي اقص من ياما التانية خمسة واربعين فهتديني الشرايح بتاعتي في الاخر بنفس الشكل وفي نفس الوقت من غير نعمل ايه نعمل فقد في الخامة بتاعتي تمام اه مساحة بالنسبة للخامة للقاعدة بتاعتي القاعدة العامة لحساب مساحة الافراض للمجسمات الهندسية المنتظمة بتساوي ايه المساحة الجانبية للافراض للفرد اه مجسم الهندسية بتساوي محيط القاعدة اه الشكل محيط قاعدة الشكل فيه في الارتفاع بتاعها المحيط فين في الارتفاع مساحة الكلية للافراض مساحة القاعدة القاعدة اللي هي الكبيرة اللي احنا كانت لعندها العشرة في مين مع صاحة القاعدة الخمسة تمام اه طريق التنفيذ مجسم هندسي اه بالشكل اللي انت شفت احنا رسمناها وقطعنا الوراء عشان اديك جزء من الشكل المخروطي اللي فيها رسم المنظور لفراض للجسم شنكرة الحدود الخارجية قص الشكل الناتج بعد اجراء عملية الشنكرة اجراء عملية الثاني واللف المشغولة ويتم وصلها ايه الطرفين المشغولة بعد نهاية تاب الحام واسيب تعالوا نفرج على ايه على زملكم ده وهو بيعمل عملية اللف دي كده من غير صوتهوات كده شفت بصة هو بيتم هنا هنستخدم ايه هنا هنوقف مع بعض سانية ويشوف هنا بيستخدم شاكوش وبنريج وبيطرق وبص اسناء هو ده اللي متكلم عليه اسناء العمل هو راكن اه رامي نظره فين في منطقة الشغل هو في مكان ده في المكان ده مش مش يعني حط نظر عينه في مكان الشغل مش بصص ليمين ولا شمال ولا كده ومرتدي الملابس بتاعته اللي هي تحفظه وتأمن عليه من غير ما تكون متسبب مشكلة تمام نكمل هنا بيستخدم دي ظهر التشكيل وادة الجزاء الدائرية اللي فيها بص بياخد من الجزء من يمين والشمال عشان يلف في عملية المخروطة بتاعه وبيدج بيعمل ترك بعملية بانريج وبيطرق في اماكن المختلفة علشان يبتدي يلف يعمل عملية دوران معه ادي جزء الفيديو التاني بص بيبتدي هنا بقى خلاص عمل الاستدارة بيعمل بيبتدي يقفل الوش عشان يدي له القفلة بتاعته تقفل معاه تمام وتبتدي تاخد الشكل المخروطي بتاعه تمام هنا هنوقف شايف هنا الباب او الباب اللي هنا مكتوب عليه مخرج طارق مخرج طارق عشان تتدي هنا في وقت الازمات او حيزة كده يبتدي باب نفسه كله مدهون باللون الاخضر عشان يحط ايه يكون ايه خارج تثبيت الطفوعات الحريق في الاماكن بتاعتها المطلوب دي اجزاء تشوفها وكده سواني سواني انو قف هنا كمان جزء تاني شوف هنا بيلحظ ايه المكينة اللي في الجانب رغم ان مش مكينة مسلا الشغل خالص عليها مرصق ليوضح بيانات المكينة علشان احنا كده بنتكلم ان انت قابل ايه مكينة شغلها تكون ايه عملت ايه اجراء فحص للمكان كامل تمام هنا هوت قرب يافل وبصل هنا باسك بايده علشان المكان يعني ايه تمام ليه فيها ودي هنا افل الجزء بتاعها المخروطي اه وتم بيها هنبتدي بقى ايه يعمل نعمل عملية ثاني اه بتجهيزات بخلال من خلال تجهيزة تجهيزة انت عملها في حالات الانتاج الكمي يفضل ايه استخدام تجهيز اه الخاص لعمل ايه المنحنيات يعني وانت بتعمل منحنيات مش هتقعد تلفها بكل مرة على ايدك فبالتالي الايد ايه اه تخلف كل مرة مرة تطلح كبيرة مرة اطلح صغيرة لا فانت بتعمل تجهيزة معينة ثابتة وتستخدم عليها المعدات والماكينة اللي عندك وده اللي انا عملته بالظبط مع المعايز الاولاد ان عملت تجهيزة علشان تساعد في جزء من الشغل شغل يبقى جزء اقالي وفي نفس الوقت استغلال امسل للمكان اه بان انا اعمل معدة تجهز تعمل لهم شكل والشكل يكون موحد وبالتالي تطلح اشكال وفي نفس الوقت تعمل معاك اه الشكل وكده ولاحظوا على المكان ده عشان هتشوف خطأ في دلوقتي هنا شايف المعدة عليها تجهيزة هتبتدئ يثبت فيها لا لا تجهيزة هنا دي المكينة دي ما كانش مجهزة لكده بس تعمل لها تجهيزة تاني شايف بتلف العروة تمام لفة الجزء وتحت حد شاف خطأ في المكان ده حد لاحظ ان في خطأ في المكان ده عدم تأمين المكان بايه بحاجز هتعملت ان انا اعمل الكلام ده بعد كده في حاجزة راكب فعلا بس اللي كان انا بتكلم ان لازم تكون عندك ايه تأمين لاجزاء اللي زي كان اعمل تأمين وعم في الليها مكان اه في الليها بحاس ان لما تيجي طوع لو رجعنا تاني هنا كده هتشوف ان ايه الجزء الوع ده اه ويع لوحده اه تاني تاني رجع لو ورا شوية تاني اهوت شفت وعت لوحده ما فيش حاجز ما فيش امنش المكان ما كانش فيه تأمين للمكان كويس فبالتالي يحصل منه ايه مخاطر تمام انا امن مكاني امن الحاجز بتاعي وانا شغال اكمل شغل بتاعي مزبوط تمام انت عملت تجهيزة تمام عملت حاجة حلوة خالص حينضيفها لكن جزء ما كملتش تأمين فبالتالي عملت خلل كبير ممكن كان تعمل اصابة هو عنده خلفية كويس الطالب او اللي كان بينفز ان هنا في مشكلة فعمل حساب عليها بس كان كان بنوضح احنا عايزين نوصل لابنانا ان في مخالفة تتم ازاي تمام? يعني نكمل بقى الشغل بيها على الماكينة وفي الجزء بيلف ازاي? هنا الماكينة هنا بتلف الجزء التاني عكس انتجاه عشان تعمل منظر للشكل او او شكل هندسي تاني معينة. تمام? اهوة. هنا نكمل بقى الجزء المخرج اللي عندنا وهو ايه الصقب. عملية الصقب بتم بالصنبك. آآ الصقب اليدوي. بتم بالصنبك. واحنا كنا اه اتكلمنا او اذكرنا الصنبك من الادوات التشكيل على البارد. هنتفرج او هنتابع ونشوف مع بعض دلوقتي الصنبك آآ بيتنفس به ازاي? وايه هي مصافات الصنبك? صنبك الصقب. تجي لعملية الصقب باستخدام الصنبك على مشغولات آآ المطلوب صقبها يدويا. حيث يتم الشنكرة. يعني تحديد مكان مكان ما تعمل الصقب. مكان الصقب. ثم اجراء المرحلة الاولى وللصقب وذلك بوضع ايه المشغولة على وجهها الاول. ثم يتم الطرق عليها بالصنبك. حتى ايه تغلغ للصنبك. آآ حوال ايه? يعني تغلغ للصنبك. الصنبك بتدي ينفس ازاي? زي ما واضح معنا فين? في الرسمة في الصورة اللي هنا له قدامنا. تمام? ثم بعد كده يعمل يجلبها على الوجه التاني وبيت برضو متحدد نفس المكان ويعمل عملية الصقب تاني فيبتدي ينفذ زي ما هو الشكل التالت اللي هنا اللي عندك. تمام? تعال نتفرج زمالكم عاملها تنفذ ازاي? وضع آآ قطعة الصاج بتاعته او الخامة بتاعته. تحتيها في لازم تكون مسكوبة. تمام? قد هنا سقب الجزء. هبتدي ليبها. او ايه اللي بالناحية التانية. ويبتدي ايه? يعمل عملية استكمال الوجه التاني. تمام? كده سقب من ناحيتين. تمام? بيبتدي بقى ايه? يريح اه او يناي اي اي او يعمل تفنيش للخامة بتاعته عشان تبقى ايه بقى عملية الصقب بتاعه ميعملش بقاش فيها رأي زيادة او حيات زي كده. يعملش الخامة بتاعته. تمام? عملية التشكيل المعادن بقى اليا. وده المخرج الاخير. اه تستخدم استخدمت عمليات التشكيل اليدوية قبلة ظهور ايه? اه طرق الحديث. جب ما تكون عندنا مطارق الية او مكابس او مقدات زي ايه كده. كان بستخدم عملية تشكيل اليدوية. دول �خ تبقى ده انا في تطور بتودى دل التطور فبتيتل نستخدم التشكيل اه الالي. تمام? اه انواع عملية التشكيل الالي. اه من تصنيفها عاملية تشكيل الالي على البارد. عملية التشكيل على البارد الالية. بنسبب اول حاجة عملية القص ان انا بوقص الخامة من بعضها. وعمل فاصل بينها اه قطع بالمجاص. ده برضو من عملية التشكيل الالي. اه الثاني الالي. ضرفلة الالواح. عمليات اه السحب اه الاسلاك تقول لي دي ايه من عمليات التشكيل الالية. اه مرحلة عمليات الجص تحريك الفك العلوي للمغاص باتجاه الحافة اه السفلية حتى ملامسة سطح المشغولة. يعني يبتدي السكنتين زي ما زي ما عندنا زي هور عندنا كده في الشكل. بيبتدي السكين الفوق العلوية بتدي تنزل لحد ما تيه تلمس بداية المشغولة. المرحلة التانية هي الضغط على ايه? اه حافتي القص بيضغط الحافة العلوية مع الحافة السفلية يبتدي اعمل الضغط علشان يبتدي ايه يعمل فاصل في مين? في المشغولة. في المشغولة بتاعته. تمام? اه مرحلة التالتة ويتغلغل حد القطع الشغل. حد قطع السكين. يعني السكينة بتدي تتغلغل. بتدي خلاص تقص تفصل من اجزاء من بعضيها. المرحلة الرابعة وهي مرحلة كسر المعدن الشغلة في نطق ايه? من مناطق التصادم. اه ايه مناطق تسلط الجهات. خمسة والمرحلة فاصل شريحة المعدن عن لوح الساج. تمام? ودي اخامس مراحل لمراحل الوص. ادي مسلا الاولاد بيجسهم. بينفز عملية الجس على الساج. بس طبعا المجس عشان متأمن بحواجز. هنا الحاجز هوات اللي قدامنا. بقى بعيدة عن السكينة لورا. فما يزهرش من الكاميرا معانا في تصوير اثناء الشغل بصواب. هنا ايه بيجري عملية الجس ليها. ودي عملية الضرفالة اللي كان بيكلم عليها معانا. فالشعر فيها اه انك بتتم عملية الضرفالة من الجزء المتبقي من خلال الضرفيل. اه فعملية سحب المواسير بيكون الضرفيل اه ليه اه عبارة عن تلات اه اه ضرفيل. الضرفال الضرفيل قائد. واتنين التانيين بيكون من قديم. منهم واحد بيكون فك بيعلى بيطلع با بيرتفع علوي. وفك سفلي. اه او او ضرفيل سفلي. بيبتدي تعليق بترفع با بيد التعليق. وترفع مين منسوب الضرف اللي هو متحرك. الضرفيل المتحرك علشان يكون نتواكب مع مين? مع تخانة وسمك المعدن بتاعك. وبتدي ايه ينزل عليه. وابتدي تلف تسحبه الضرفيل. الضرفيل القائد يسحب مع جفل او تضييج الضرفيل التاني. فبالتالي يكون انت كده بتاقدر تحصل على ايه? على الدوران في الضرفيل الصاج اللي هي زي عمل 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 موسير الصاج. ايه بتدي اعمل موسورة معنا فيها في زي كده. بتغفل اه منها الضرفيل بتعمل الكلام ده كمان اه وتتم الحام. يعني فيه ضرفيل بيكون فيها وديه اه ان شاء الله هتدرسها في اللحام بالمقاومة القاربية في الصف اه السالس. اه على مرة واحدة وفي نفس الوقت بتلحم. بتاخد لحام بالمقاومة القاربية. تمام? اه دول اللي هو في الضرفلة. اه تانيات اه تانيات اليدوية بتعتدها تعتد من ضمن الضرف التشكيل الالي. لكنها تعتد من تشكيل اليدوي. لتفرقها بين ده وده. لكن تشكيل اليدوي اه انت بتكون اه اه بتوضع الخامة واقليا بتنفذ زي كان عملية القص. زي عملية القص. انت عملية القص بتكون اه بتحط الشريحة الصيب بتاعتك او بتحط الخامة بتاعتك. وفي نفس الوقت ايه? تنزل السكينة. فبتعمل عملية الفاصل. اه لكن في في التانية انت بتحط الخامة بتاعتك وانت اللي بتمثل عملية الضغط بايدك. اه وبترجع لمجهودك العضلي. اللي بينفس قوة الضغط مع مين? مع التانية. تمام? ده لتوضيح للفاصل بين التانية والدرفلة. تمام? اه كده نهاية الوحدة. اه لكم مني كل التبنيات بالتوفيق. وسننا معاكم برضو لنحاية الحلقة. اه لكم كل التوفيق والتبنيات بالنجاح يا رب العالمين. اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة